اشتركوا في القناة لازم على التحكيم لانه معنطها احنا سناء العائلة الموسعة نتاع النادي الافريقي فرحانة بالفريق معنطها دبوية ما نعرفش ثمانية سنين ولا تسعة سنين اول مرة الفريق معنطها امور المادية منظفة مريقلة معنطها فريق باه انتدابات موجهة انتدابات محلاها المتدرب قاعد يخدم في خدمة صحيحة يجيش كون من برة يفسد لك هالبرنامج هذية ووقتي تتعدد الاخطاء فلازم نجي نهار ونتكلمه النادي الافريقي معنطها لو التحكيم ظلم النادي الافريقي حتى في المباريات اللي انتصر فيها النادي الافريقي مبالغ فيه شوية مش كل شيء يتقالي صحيحة مثال فما شكون يحكي على المقابلة متعلقت متى ايدم غرب وهو اللقطة كانت خرج ديزويت اللي يحكيوا عليها على البيناتي متى ايدم غرب مثال كانت خرج ديزويت ماش جرجيس ضربة جزاء وحتى هما ثم في الموفيولا قالوا لي هي ضربة جزاء لابعهم وعف حلقتها بانسنى اي حتى الموفيولا باش تقوب فما احلت موبالا اوكي كيما بينانتين بتاع باسمس رافي بنقردين بنقردين تظلمنا او لم تظلمناش صحيح فام اظهر ايه او مربحت وماروش مؤفر معنى لاي ربحنا بالريزيرف ريزيرف ما عملوش الغلطة هم اجرى بنقردين واللعب والملاعب المعاقب ايه اسفيقس تظلمنا نادي اسفيقس ماتش باجه تظلمنا وما نجمش يقنعوني هالجهاب ذا هذو منتاع الموفيولات والتحكيم بش يقنعوني بوجاهة القرار منتاع غويدر ليفريموما انتك ليس تقول تظلمنا غيالك باجي ومنتظلمتوش لا انا نحكي انا منيش نحكي على باجي منيش نحكي الباجي ما عندوش الحق يعلق على اللقطة بلايت مالك لينهبين لا لا موش على بلايت مالك يقول لك ايدو كان يستحق حمله زيدي حاسب الموفيولا بتاع مخترد البوس اللي كان لهنا هذيك بدلت بدلت وجه المباراة وقت للفريق يحس بالظلم وتخرج له احسن ملاعبي عندو احسن ملاعبي هوا ما خدش لكش ايدو ما هوش احسن ملاعبي اين دو دو خنكلمك دو دو رو وقت للفريق يحس اللي هو يستحق العقوبة راو الامباكت بسيكولوجيك عليه ما هوش كيف كيف راو الملاعبي وقت ليعمل غلطة ويخرج زمالي متاعو يبدأوا مقتنعين اللي سيدا ذاك استحق العقوبة حتى نفسانيا يبدأوا قابلين القرار مش كي ما يجي حكمي لوج لهم راو قاعد يلوج انت سمعت الناتق الرسمي النادي الافريقي شقال قالك انه السيد منه المباراة يحكي حتى بالكلام الباذيه مع الملاعبي ليس صدق الله العظيم كلمه زاد وعلش بشي كذب وغويدر صدق الله لا امش نقولك ما ناخذوش لريوية هذا نهائر زاد با انا باش ناخذ انا وقت لي نشوف الحكم كيفاش قاعد يتصرف انا هاو نوريك مساج حاجة بعثو المدير يدارة التحكيم في وسط المباراة قلتو قاعد تتفرش في السيد اش قاعد يعمل قاعد تفرش فيه اش قاعد يعمل هاذا نقولك حاجة هاذا الحكم تقولي انتي النادي الافريقي بوتاتر مركز لا اخويا موش امركز على خاطر باش نتكلموا باش هالطيار هذا يقف خاطر الشاي ماشي ويقوى الشاي ماشي ويقوى ومباراة النادي سفيقسي ضربت جازات فل عمره عشرة سنين يزفرها بعيد عليه زوز ميترو يقولك ألعب اللاعب النادي سفيقسي موش مصدق اللي الحكم ما زفرش ضربت جازات اي متاع السيازات ما ننقلك شوافة متاع باجا باجا ايجا نقولك حاجة تحب الفلسف انا اضحكني البارح نتفرج بارازار باش يغطيو شوية قالك هاو ثم زيدا اللي مركبونتو باجا يستحق زوز صفر والاربيتر تغافل مع انت حبي يوري لي قالك نحى مريولو صفرة وكي تلع في القرياج صفرة مع انتو راب عظم انا عجبني حسام حاجة علي قالوا رو ثم القانون وثم روح القانون رو ثم اجتهاد قالوا عمرك شيريت ملاعبي في اوروبا هام يمشيوا ينحي مريولو ويحتفل يعطيه زوز صفر ويطلع للجردان ويبدأ يعمل هكا ويقلب ها الدنيا اللي صار انو الاربيتر كان يلشارش لبتيت بات واضح على حكاية خطر نحكيه فلسفة طو بربي سمحني تعطي فيه في الصفرة قالوا لاني يضيع في الوقت تتاوتت من يكالين احنا ما نقولو ايس كلمة ذي ما نقولو ايس كلمة ذي ما نقولو ايس ماتر ماتر بربي بشناية دخلية مكان الروح القانون كلمة حلوة يعطي كصاحة عجبتني ياسر القانون وروح القانون في اللقتي هذيك متاع تضيع الكورة والكورة في الصونتر هذيك تستحق صفرة ما تستحقش اول حاجة وخاصة خاصة حاجتين مهمين المليع بمتاع بيجا طايح وقتاش تولي تضيع وقتا وقتهو ما بش يلعبو انت المليع بمتاع بيجا داخلين لو جماعة بش يسعفوه معنتها معنتها هو مشاتش الكورة ضيع على بيجا يونكسيون المليع بيجا طايح ما زالوا داخلين لو جماعة داخلين لو المسعفين بش يسعفوه واحد اثنين تي سبعة وثمانية كورة رياح حزر عليك ترتيش الكورة متاع بشنا اتفرجت جمعة لي فاتت انا في 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 البرمير ليج يعني قداش من مرة تصير الحكاية ذي المليع بيت نرفيز ولا معنتها صاحب وضيع عليه كورة وعمل فوت يرميها الكورة والله اذا قعدت بعد ماتش بعد ماتش كلوب افريكا او بيجا قعدت نتفرج بالعاني نحسب فيهم يمكن ستة سبعة مرات اتعاودوا احنا ليه معنتها شوفه كله نتفرج انا بعثولي فيديو متاع الحكم في مباراة اخرى شدها جمعتين قبل المليع بينطروا يديه مش عملوا هكا طانواري هي لكم الفيديو انطروا يديه المليع بيهو جيل المليع بيكلم فيه المليع بينطروا يديه قوي دره ذي اه ما عمل لحد شي مباراة ودية هي بينزوز في رق لكن يتطبق القانون تم دول متاع جرزيس ودول جرزيس كيف يشدوا شدوا مشالوا يجري ينبع عليه والشرف يشدوا من كتاف وزوز ما عمل لحد شي مع النادي الافريقي ولا النصيد السيدة ذي ويخرج لنا اه واحد في احدى الاذاعات قال لك قويدر اعطاه درس في التحكيم يمكن ليك انتي اعطاه درس في التحكيم اما لنا نحنا بالنسبة لنا نحنا السيدة ذي افضيح بيليل نخليه الكلوب على الجنب ما تحسوا اللي فاما برشة برسيونة على التحكيم برشة تاباكي من الجمعيات الكلة مشكلة افريقي يقول لك نعم برسيونة نقبل الماتش وبعض الماتش وفي كل الوقت على التحكيم باش ناخو حقي ينوي بلا يحصل دربيتكي زافر شفنا يا خلا نسمي مسيح مالو كلوب من اسبرانس من السي اس 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 الجمعيات الكل تقريبا تشكى من التحكيم مستقبل غابس السي ابي الكل كماذا تحبوا يدخل الحكام ماتشو صحيح اللي نشوفه وانه الجمعيات هالبلاغات اللي تعمل فيهم وهالرياكسيون على شو في المقابلات وكذا ولو يعملوا فيهم دفاعا على حقوقهم لانه ان عدمت الثيقة ما بين نقص المو ما بين الحكام وجمعية ما بين الحكام وما بين الجمعية وهيئة الادارة الادارة التحكيم لانه كما كنا حضرت معاك انا وحكيت سابقا نرجع ديما باش نقعد دان المم دان المم لوجيك ونقولكو انه الاربيتر ورا حاشتين خايبين بارشة بالاضرابات اللي عاملوه ورا حاشتين خايبين بارشة 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 للفوتبول والتحكيم سيفا خاص وراوا اولا اللي هوا عندهم مالسنتيمون دامبينيتي روحت حد من الجميع عاقبنا هانا نعملو اللي نحبو هانا نبطلو الجورنيه ونوخر لك وبعد نرجع نزافر وانتنج تعملي حد شيء ونزيد نخرج نقول اراهوا مهزلة اللي تعمل فيه لدارة التحكيم ومهزلة مدفعوناش على حقوقنا واخذينا كان 30 دينار وكذا وكذا ورغم هذا الكل تلقاه جمع لي بعدها يزافر معناها سانتيمودة بنيتعلي تحب تعملي تحب معاش فاما ديسيبلين اللي كنا نحكيو عليه قبيلة مع المدرب هانا مرحوكام بتاعنا من نشان بليو ديسيبلينيه وقال لهوا عاملين نقابة معاتش فاما ديسيبلين وهذا غالط مايسيرش ياولادي راو فكورت القدم راك انتي حكم هاوي اولا انتي جيت عمالة لانجاجموم متاعك انتون كاماتور كيما واحد ماشي للمصيد ما تقولش اليوم جايبش نعمل الليوبي متاعي هما راو ما تخلصنيش نعمل هذي الغلطة الاولى الغلطة الثانية كي تعمل ما هو المساج اللي عديته انتي كحكمه ياما اللي انتي تحب عالفلوس ولا اللي انتي مستحق فلوس هذا مساج يتعدل الاندي هكا معنا انتي حكم غدوة بشجي تزافر لي انا اصفوها لانا ما عندي حكم من عارش قديش يشيروا في الاربيترويات لاني الموضوع هذا ما يعنيش لكن انتي غدوة جاي حكم يعارك في الجامعة متاعو على ثمانية مية دينار في العام ومليون في العام هيا الحكم ماذا شمعناها قررني على مليون عارك جامعتي ماذا شو يعمل على عشرة مليون هذا مساج يعطيه الحكم بدونك بعض ما تنجمش تلومر او حامد مبارك والاخير حامد مبارك وانه يدفع على روحه بالطريقة هذي لانه يقولك مدام اينا ما ناخذيهش حقي ما ناخذ حقي من اليدارة ما ناخذ حقي من الحكم اللي يتمرد ناخذ حقي نخوفه على اقل نقول راك عمد لي هكا عمد هكا واجيب الاجنب ونخلص هذا الكل سيب فور فير بريسيو فور فير بريسيو على حكم طوي مع جش مسيطر عليه لانه الحكم كان strands الم pozy عشife ولا رئيس ادارة التحكيم ولا رئيس الكاف ولا كان رئيس النادي يرى كان مسيطر اليوم الحكم بلا حسيب ولا رقيب يقول لي هاي اللقطة متاع جرجيس resto اضع الحارس هذا النادي المكان والان اضعوا النادي الإفريقي مولة نصيد شحى اللي هذية الفريقي حذرت منه الصيد عنده سوابقه يعني في مباراة في موفيولا حتى طو بالله الحكم في المياه أنا علش هذية ما نقراش فيه حسن النية على خاطر انت يقبل وانت قاعد على كرسي وقدامك إكران تتعاود لك اللقطة قداش من مرة وتصر على هضم حقوق النادي ما عاش نعطيك ثيقة في التيران انت قدامك إكران وتعاودت والاستام تاعك في الموفيولا يقول لك عايت للاربيتر راه يفوت يقول له لما عايتلوش ضد النادي سفيقسي ضربت جازي متاع العرفاوي هكس تنفعت مع العمران العمران يجي بتعيش شوف شوف يجي نطريك حاش خليني نحكي لك حكاية توريد كيفاش وقال لنا نشارش لابتت بيت هكس تنفعت العمران شنو أصار أعطاني بنالتي غالطة دو بيوتورجو العمران بيدها والناس نحن نحن نحكيه عالغلطة لا خلنا نحكي لك عاد خلنا نحكي لك العمران نحن نعطيك معطيات الغالطة نحكيه عالغة تورجو متاع مليمتر وزوز مليمتر لا لا لاfoundعه إليه من يواجر مليمتر لا لا مليمتر وقت الدبار وزوز مليمتر وقت دمق تورجو لا لا نحن نحكي متر نعودها لأحذار اللقطة ونتحدك متر معاش نجيك لا 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 نتحدكش ناوزان ما تعاقبناش لدرجة هكس لا 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 نعطيها نحكيه عالغة لذا لا نسحقش المكروب لذا بالنسبة لإذونه سيدة الزرجو معندها الجيوج ما فيقش باهم وستين رابيت وتعاقب الجيوج ومع ذلك تعاقب الجيوج عاقبوه لطاو مرجاعي هذا غياب الفايرو لطاو مرجاعي تاوش في النسيونال الجيوج معندها السيد شدوه ذبحوه من الجورني الثانية ولا الثالثة بهذا واحد الثانين للأخطاء اللي صاروا أنا قلت لك السيدة ذاية طاوة الريت الجيوج والله كانت عاود تحطه للنادي الافريقي في مباراة أخرى ويغلط نفس الغلطة نقول لك أنا وقتها تولي تحكي معايا أما جويدر أنا عندي معاها سوابك والراجل مصر على أنه يظلمني ثم إصرار عم ناول في الموفيولة يا رسول الله الاسيستان وخرجت الدسكوسيون الاسيستان يقوله يفو لابلي لا يقوله ما نعايتلوش معنتها أنت فوت ظاهرة أنت وقعد في كرسيك وتشرب في دبو زماء وماخذ راحتك وليك روه عاود هالك المخرج قداش من مرة وتقول للاربيتر إيريس تجيني اليوم مع النادي الأفريقي تعمل لي العمالة ذيكة وليك وفران بخلاف الواحد بخلاف سيمو حامد عشاب نسلموا عليه وربي يشفيه قال كل ما قاعدة ريفيرانس قال لك ثم حكام خياطها خياطة شبايد يعرف إذي الجويدر اللي عملوا في النادي الأفريقي فاضح رو باجا باجا على روحها واستحقاق باجا على روحها وأنها في المرتبالولة ماهيش صدفة على روحها لكن يا حبيبي أعطيني حقي وخلي تربحني باجا بالقانون باي خلنقدمه كيف كيف في موضوع آخر متعلق بالنادي الأفريقي خلن أخراك فيه سيمونجي شوفنا متعلق وطبيعة بالليسار بالمجموعات النادي الأفريقي والعركة الليسار في الامات المهرية شوفنا برح بيان فيه خطوة إيجابية نحو لم لمت الموضوع كما نقول نجم نشوفه كان هكذا شاشة البيان هذا نفس الحاكم عايت واحد من مسؤولينادي الأفريقي يقول لك في الصرار عايت للأربيتر وأصر على أعطاه ورقة حمرة للصرار اللي بعد في نفس لقطات في مباريات أخرين معتاش فيها ورقة حمرة متعبسين مسرافي في الماتش السياسي ماتش السياسي كان تدخل قوي ما شفهمني هو قال لك نفسه الأربيتر من بعد في أطراحه أخرين معتاش حمرة في تدخلات أعنف قال لك يقول مثلا بيان موحد شوفناه من ليدر سيكولوبيستو كيف كيف يقولك في المنجي في تارتزامنا بالمصلحة العليا للأفريقي نعلن استمرنا في سعينا لتوصل التفاهم مشترك ونهائي يتضمن تنازلات جماعية تهدف إلى نبض السراعات والخلافات الجانبية نؤكد جمهير الأفريقي أن على وعد بالعمل الجيد من أجل الوصول إلى حل في أقرب وقت بما يضمن استقرار منعرج ويحول ويحول دون تكرار الأحداث السابقة كل الشكر والتقدير لمن سهم في تقريب وجهة النظر ودعم مبادرات التفاهم آملين الوصول إلى نتيجة المرجوة قريبا حسب البيان ما فمش نتيجة ما فمش تقريبا التفاهم تصلح بنزوز مجموعات يظم اللقاعة سارة عليهم مشاكل في فيراج الكلوب بفترة أخيرة لكن يبدو ليماشيين في ثنية صحيح مناش موش نعملوا صلح إذا كان بالفيسبوك والحاجة يزم اجتماعات وعليش نستنعوا لليوم بش يعملوا شي هذي لأن اليوم جمهير النادي الأفريقي راول الشي اللي عملوه برابوره على النادي الأفريقي معناها حاجة يونيكو موند معناها عمره ما صارت وثم برشة ناس تحب تركب على على الحدث يقال لك دورتموند جمهير دورتموند عملت كاك سي با فري باير منيخي لبقى منع الدورتموند دونك من اللي صار اليوم راول المنك دو كميونيكاسيون في برشة ميادين اليوم الجمهورة داية يلزم نعرفوا كيفش نتعاملوا معا ونعرفوا كيفش نحكيو ومنستنوش الوقت هذي الكلو راوليوم كي تبدأ عندك الديالوج مع ناس اللي فريمان رزان شوية في التصرف ومتاحوا مع الجمهير راولوا مفهم حتى مشكل التونسي ما تقولوش لا قلو علاش لا وفسر له علاش لا وما يلزموش يسير وكل شي بربي جزت على سي خالد جويدر كان ينجم الأفرتيسمان الولانية بشي وري اللي هو معناها ينزه روحه بالأفرتيسمان اللي صارت الولانية هذيك اللي هي غالطة النجم كان يسلحها بالأفرتيسمان الثانية ما يعطيهاش بشي نجم وقتها يخرج من الباب الكبير لكن اليوم مالورزمان اللي صار هذي والنجم يسير مع برشة فريق سرتان ما وكل فريق راولينا يدافع على كل الناس يدافع على فريق متاعها لكن اليوم راول حكم ولو عندك لكسكوز ماكش خالص عندك 4 سنوات وعطاوك 30 دينار ولا 40 دينار لكن اليوم يلزم انتروف دي سوليشيون وان شاء الله لدارة جديدة متاع الجامعة تونسي الكورس قدم اتمنى ليكنت يا اخويا اللي تعمل ديزاربيتر بروفسيونيل وتفكرني تشوفوا اللي بش نقدمه بالكورة هذية لان اليوم اذا كان عندك ربيتر 4 سنين ما يخلصش ودراق قدية ما يخلصش اللي لا بقالوا شواء بشي خدم مخو في برجة حاجات صاني زاكوزي بيان سور انا نقول تو سمبل ما رائم هذية مش في مصلحة حتى فريق واليوم نعود ونقول الديالوج ولكومينيكاسي مع الفراج متاع جمهير النادي الفريقي ناس باعت فلوس الدواء متاحه ناس سعلي رتيما ربي يذكره في الخير ويتول في عمره يقول لك انا مرضيانا سيريان دوتو الكلوب أفريكي سي بلوز كل مرضي متاعيانا سيفتو دير والشي دائما تلقاش حتى بلاد في العالم سعلي تعرف انت قيمة اهمية جمهور الكليب وفراج الكليب في الموضي رجال هل يبين كما هكا نجم نشوف يتحل الموضوع بصفة نهائية بالنسبة لان نجم يتصلح كما يتصلح هو الكميونيكاسيون وقعدين في وواضح انهم قاعدين ويحكيو ويحكيو لمصلحة النادي الفريقي اي pas يعطيو صورة هايلا خاتر النادي الفريقي الكيان كبير كل محلل اسمعني الاكترية محلين الي حبي يتشهر ولا يتعرف ولا يشكر في النادي الفريقي الشعبي النادي الفريقي خاتر واضح الى حبي يعمل الشعبية يعملها بشكر النادي الفريقي وجمهور ندي الفريقي وهذه حقايق هذه حقائق ملموسة لكن بالنسبة للجمهور كان قبل جمهور نادي الفريقي يد واحدة من اللي خلقت الجروبيات راو مش حتى في نادي الفريقي حتى في الجامعات الأخرى وريد حتى المشاكل في التاراجي يعني الجروبيات أنا راهم باهين في بعض الحيان لكن في بعض الحيان يكون وصلوبهم نذيف وصلوبهم مسرحة واحدة هو حب نادي الفريقي أما بشي وليو يتشابكوا ويكسروا الملك العمومي وتشوفتوا المنزق رادس قداشوا المرة نتكسر منيش من العركات والمشاكل متاع الجروب يعايشكم الجروب بينفوا بورتوت الفؤاتر لحمة واحدة المسلحة واحدة ولا بينفوا بورتوت الدولة بسيف عامة مش حتى للجمعيات الموضوع هذا يتنحى للجروبات وثم حاجة بركة هو هيط لحباية متاع نادي الفريقي ولا هيط لحباية متاع تاراجي ولا متاع أي جمعية هذا الوضع أما نكونوا يد واحدة تحت إطار واحد لهو هيط لحباية عباسي وسي اللي هنا قانونين يعرف سي الماتر الناس كلها الزمن تنطوي تحت جماعية واحدة نمشوا الفاصل الموزيكا اخر الفاصل في الحصة متانا بعد نكملوا الجزء الأخير من حصتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر